مقترح حول تدوير منصب محافظ كاركوك يقابل برفض كبير من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي نال أعلى الأصوات في المحافظة بعد الانتخابات الأخيرة الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكد أن الفكرة تركية وتشكل انتهاكاً صارخاً لتدخلات أنقرة المستمرة في الشؤون الداخلية للعراق كما تشكل تقويضاً متزايداً للديمقراطية في هذا البلد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السروجي قال إن هذا المقترح طرحه وزير خارجية تركيا كامفيدان مجدداً تمسك حزبه بمنصب محافظ كاركوك الذي أكد أنه يجب أن يكون من حصة الاتحاد الوطني حصراً معرباً في الوقت نفسه استعداد الحزب لأن تبقى محافظة كاركوك بلا محافظ إلى نهاية الدورة الانتخابية مقترح تدوير منصب محافظ كاركوك عده مراقبون للشأن العراقي بأنه خضوع لإملاءات النظام التركي الذي طالب في وقت سابق بجعل منصب المحافظ من حصة المكون التركوماني رغم أنه الأقل عدداً في المحافظة وعدم حصوله على نتائج كافية في الانتخابات وبحسب مصادر عراقية فإن التجاوز ما أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة يعتبر انتهاكاً للأسس الديمقراطية ورضوخاً لضغوط أنقرة والابتزاز الذي تمارسه فيما يتعلق بملف المياه وتصدير النفط عبر ميناء جيهان وبحسب البعض فإنه إذا تم اعتماد مبدأ التداول بين الكرد والعربي والتركومان فإن المنصب ربما يذهب بشكل أهلياً إلى المكون التركوماني على اعتبار أن الكرد سبق أن شغلوه حتى سنة 2017 ثم تسلمه العرب